السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة حنان مطاوع في رامز موفيستار منيعت من العرض بالرغم من ظهورها في برومو البرنامج وإليكم التفاصيل حق البرنامج رامز موفيستار من تأجيم الفنان رامز جلال نجاحا كبيرا خلال موسم رمضان 20-22 لكن الذي لفت الانتباه خلال الحلقة الثلاثين ومنع إذاعة حلقة الفنان حنان مطاوع بالرغم من ظهورها في برومو البرنامج واعترفت حنان مؤخرا بفبركة حلقتها في برنامج رامز موفيستار تأجيم الفنان رامز جلال قبل عرضها وقالت حنان مطاوع خلال استضافتها في برنامج تفعلكم إن فريق إعداد البرنامج تواصل معها وأكدوا إن هي حتظهر في برنامج ترفيهي وتتعرض خلال الحلقة لمقلب لطيف وخفيف ونفو لها أن تلك الحلقة قد يكون لها أي علاقة ببرنامج رامز جلال وأكدت إن الأمر لم يكن طريفا بالنسبة لها على الإطلاق مشيرا إلى أنها قدت وقتها خلال الحلقة في لحظات رعب وخوف وبكاء وأكدت أنها سجمت بعدما علمت إن رامز هو صاحب المقلب يذكر إن برنامج رامز موفي ستار تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بيشارك فيه الفنان العلامي فندام ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من النجوم بشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم اشتركوا في القناة